علي جداً 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 أنت محتاج بالإضافة أنك يبقى عندك فنياً حاضر في الملعب أنك يبقى روحك القتالية لأقصى درجة في الحياة لأقصى درجة لأن أنت الماتش ده مش هتعتمد عليه على الفنيات بس مش هتبقى هيد تهيد قدام السنغال أنت أخذ بالك أن اللي نفعنا هناك في إفريقيا أن الملعب كان سيئ جداً جداً وهم طبعاً تعرف الفرق اللعيبة بتاعت السنغال كلهم بلعبوا فحص ملعب في أوروبا مش قادر تلعب مش قادر يعمل كنترول مش قادر الرقص كرة اللي بالعرض كلها كلها محدية من قدام الجول فالنهاردة هل لعب ملعب أستاذ القيرا أستاذ محترم يعني يجينا محترم ولعب يكون كويس هم فرع عندهم كارات وعندهم مهارات بعرف يرقصه كويس أوي بعرف يستلموا ويستلموا بيلعبوا على مستوى علي زمان تولت إسلام فالماتش صعب جداً محتاج يعني تدفع بشكل كويس أوي 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 تمام مش كلا أنت عندك الماتش الأوراني هنا كمان يعني الماتش الأوراني هنا ده أزمة برضو ماتش يعني هيحطك هو حطك قريدي في أزمة رخم مباراة يعني رخمة مش مش عشان أن التاني هناك بس لا لا عشان تلعب بمتخب السنغالي عشان بالزبط تلعب بمتخب السنغالي وفي أستاذ القيرا الناحيات يعني أنا كنت أتمنى اللعبه مثلا مش عايز أولا أي أسامي بس لا 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 خالينا في سودان مثلا لا ليه لسودان عبدهم ألعب في هيلة لكن أنا بتكلم على الناحية الفنية كمان صعبة جداً بص أنا يعني أنا فكرت كتير في الماتش يعني مش لقيله مخارج الحقيقة يعني أنا مش مش متفايل ولا حاجة عشان برضو الناس بتقول أكش ده أنت مش متفايل ومتخب مصر يخسر بس أنا مش لقيله مخارج الحقيقة يعني هي المخارج الوحيدة نحنا نقول يا رب كرمنا ووفقنا بس مش أكتر من كده درب الجزاء بقى حد يطرد واحد اتنين يطرده مش واحد بس اتنين طبق مش كله يعني هي دي الحلول يعني الماتش ده محتاج حلول ربانية سماوية إنها محلول فنية لأ يعني معزرة يعني بس ده يعني بس احنا أنا أنا شخصي لا والله بجد أنا شايف أن احنا عندنا منتخب جيد جداً جداً لما يبقى عندك محمد صلاح ويبقى عندك تريزيجيه ولما يبقى عندك ما بينهم النمي عندك طبعاً بس ما هو في الآخر لأ تريزيجيه لعبت برضو ما قلتش لا على فكرة مش مطارد أنا أنت عندك منتخب جيد جداً على فكرة ويبقى كويس قوي ومنتخب تقيل مش قليل صح وانت وصلت نهاية افريقيا فأكيد انت منتخب قوي طبعاً بس نهاية تانية قوية جداً جداً معاك معاك ولكن ما هي دي كرة الكرة هي دي المنافسات مثل هذه المنافسات هي من تصنع نجوم صح صح أنت في مثل هذه المنافسات لازم تشوف محمد صلاح لازم تشوف ترزيجيه لازم تشوف مرموش لازم تشوف مصطفى محمد لازم تشوف المجموعة اللي بتلعب دي كلها نشوفها بقى يعني على المفروض على أكمل وجه علشان تقدر تلعب ماشي لو كل واحد لو كل واحد من لعبة منتخب مصر يعني قدل عليه وزيادة شوية ممكن نروح في حتة كويسة بزبط ممكن زيادة شوية ما انه بقاش مثلاً في اثنين ثلاثة يعني نحن في افريقيا هي دي لسالة اللي على فكرة عايزنا توسط في افريقيا اسلام كان في دايماً اثنين ثلاثة مش مش في حالتهم فكان دايماً واضح ان عندنا شورتج في حاجة كده الصغاء يعني عارف انت ناحية لجومية مثلاً مصطفى مكان شفاية تمام واحد نص ملعب مكان شفاية فانت دايماً عندك اثنين ثلاثة في ملعب في مشاكل في الحتة بتاعتهم فعشان كده ممكن تكون ظهرت بشكل مثلاً مش افضل حاجة بالنسبة لمنتخب مصر عشان تبقى تروح في ماتش السنغال اللي هنا في القائرة في حتة كويسة لازم كل يبقى فاية كله ان شاء الله يبقى كله فاية يعني كل اللعيب بلاستيسنا مدينة سألتنا للناس ان احنا عايزين كل اللعبين بلاستيسنا ان هم يكونوا فاية ما طبعا وانا عشان اكسب منتخب زي منتخب السنغال ومكسب انا بالنسبة لي واحد سفر هيبقى مريحة واحد سفر يبقى مريحة يبقى مريحة اه على فكرة والله مش ضع لكن انا قصدي اقولك ان ايه لا طالما عادي كده عامل اصلا انت تقدر تدافع هناك كويس اه يعني بص انت منتخب مصر لا تدافع وتلعب على محمد حتى لو كسبت واحد سفر هنا مثلاً هناك الدفاع هيبقى سهل بالنسبة لك حتى لو انت يعني لعبت بتاسع مدافعين ولعبت بصلاح بس راس حربة الواحد وقفلت مسحات ومدتش فرصة ليهم انهم يشتغلوا ممكن تطلع بنتيجة جيدة ممكن لكن الاهم انك تطلع هنا بنتيجة جيدة هو ده الاهم انا بس الازمة فيها يا اسلم الازمة فان انت لو لعبت هنا جيم مفتوح هيبقى الماتش صعب جداً علينا جيم مفتوح هنا في القاهرة قدام السنغال هيبقى ماتش صعب جداً علينا 2-0 ليفربول اه خلاص كده تمام حكالة ماتش خالص معين انا بحب ارسنر دي كلنا بنحب ارسنر بس كنا ايام بقى تيري هنري وباتريك فييرا وباتريك فييرا وهو باتريك فييرا اللي ضايع من من منشستر سيبي النوتوتين مع كريستل بالس صح فانت الازمة كلها انك يبقى الجيم هنا مفتوح مع فرقة السنغال لازم ترعب بحذر شديد جداً طبعاً يعني حذر شديد وتعتمد على السرعات ولازم الاثنين والثلاثة اللي قدام يكونوا فائقين بشكل كويس قوي لازم يكونوا في معدلات اللي يقب بنانية بتاعتهم يعني وجهزين يعني تريزي جينا سمعت انهم مصاب لا مصاب لا مصاب حاجة في ظهر وان شاء الله يرجع يلعب ماتش قبل المصاب صلاح النهاردة برضو الحمد لله نزل الحمد لله نزل يعني فلازم يبقى كل اللعيبة في الملعب عشان تقدر تعمل جيم كويس الاول لازم تعمل جيم من دفاع كويس قوي اوك تمام ثاني حاجة النقلة بتاعت الحتة اللوجومية اللي عجمات المرتد هيلعب على عجمات المرتد السريعة ولا هيشتغل ضغط عليهم ام اعتقدش تمام اعتقد ان هو هيلعب نفس السيستم اللي ليه بي احنا ممكن نقول هيعمل هناك لكن هيعمل هنا دي اللي لسه عايزين نشوف كارلوس كيروش بقى نشوفه كمدير فني كبير وقوي وله اسمه نشوفه في هذه المرة هو نفسه تصريحاته كلها بتتكلم او بتنبني على الماتشين دول يعني هو تصريحات كارلوس كيروش ويمكن كاليو تويتا برضو النهاردة بيتكلم برضو عن الامال والطموح والرغبة في المكسب والفوز كلها عاجات تعفزية اكيد اكيد فاعتقد ان هو يعني راسم بشكل كويس جدا وعارف هو يعمل ايه وعارف مين اللعيبة اللي يعتمد عليها ومين كمان اللعيبة الاحتياط اللي ممكن تكون موجودة وتنزل كمان دخل معنا به اكيد راسم سينايرو الماتش خاصة ان احنا لسه كنا باللعب سين غال من حوالي شهرين تقريبا تمام في فاينل افريقيا فاعتقد ان هو عامل ترتيبات حاطت في دماغه وهيلعب ازاي وبقاني شكله وبقاني طريقة بس انا مش عايز يعني ان كل ان احنا بنلعب في مصر يبقى الموضوع مختلف بالنسبة لمستر كارلوس كيروش ان احنا بنلعب في مصر فبالتالي هنلعب بشكل مختلف عما لعبنا في افريقيا لا لازم برضو التحافظ الدفاع موجود طبعا طبعا التحافظ الدفاع موجود التأمين في نص ملعب موجود بشكل كويس ونعتمد برضو على جامعة المرتدة السريعة مش عيب مش عيب انك تلعب بشكل مش عيب او مش عيب مين كل فرقة كتيرة جدا مبارح قتلتك مدريد كان بلعب بنفس الطريقة قدام منشستر يونايت بنفس الشكل وقدر انه يوصل ويكسب واحد سفر على ملعب منشستر وخرجه من بطولة من فاندى النهاردة وارد جدا تكون دي الطريقة اللي تقدر تكسب بيها او تقدر يطلع بيها شكل كويس انما المجاسفة الهجومية وانك بتلعب في السادق قائرة فبالتالي هتلعب جيم مفتوح اعتقد انه تبقى صعب عموما نتمنى رب كل التوفير لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة او المباراتين المباراتين اصعب من بعض الحقيقة ربنا يكرم ان شاء الله تكون بداية جيدة او نصل الى كأس العالم خلال هذين المباراتين انا بشكرك شكرا جزيلا انا بلال استمتعت بوجودك معانا شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن احمد بلال هنطلع فاصل وبعد الفاصل احمد ايشو وايمان جلبرتو هنتكلم ايضا ولكن بشكل فني ومن خلال الشاشة كالعادة زي ما حضراتكم متعودين معانا بعد الفاصل ايشو وجلبرتو